احتفال تاريخي لعدلي بلقب البطولة الألمانية غريب ما بدى واضحا من أن الدولية أمين عدلي غادر نزال فريقه أمام فردير كريم وهو المتقدم في المباراة بهدف الجزاء الذي سجله بونيفاس في الدقيقة 25 إلا أن نظرة المدرب ألونسو كانت لها وجهة أخرى من خلال الأداء العام لعدلي وأن كان متوسطا ولكن من خلال فرصة الهدف الثاني الذي خلفته العرضة التي صدت قذيفته في الدقيقة 38 والحال أنه لم يخطئ التقدير ولا الفرصة لأنها كانت نابعة من سوء الحظ وبالتالي غادر عدل اللقاء بعد نهاية الشوط الأول ويستمر فريقه في احتضان الفوز بوصوله إلى الهدف الثاني عن طريق تشاكا في الدقيقة 60 وبالتالي سيعود البديل ريتس ليوقع الثلاثية الإضافية 68 و83 وتسع ويمنح الفوز الكبير واللقب التاريخي السادس لباير ليفر كوزن بعد آخر لقب ناله في 2011 والحال أن باير ليفر كوزن تمكن من تخليص مناقشته للصدارة بشكل مبكر وبفارق 16 نقطة على بعد نهاية البطولة الإلمانية بخمس دورات ترجمة نانسي قنقر